أهلا وسهلا فيكم عن جديد بجمهورية المكفوفين بلايند ريبابليك دي مطبخ ملاك هي ليست أي طاهية، هي ملاك امرأة كفيفة تعشق الطبخ ولا تخافه أطلقت قناة يوتيوب خاصة بها تحت اسم جمهورية المكفوفين تصور وصفات الطعام وتحملها على الانترنت لحث المكفوفات على ممارسة الحياة الطبيعية فاستعمال السكين والنار ليس حكرا على المبصرين تصير ناس يقولولي، إيه أنت رح تقدر تعملي هالشغلة؟ إيه كيف بدك تعملي هاك؟ إيه قوي تحرق حالك؟ إيه كذا أنه بيصيروا يخافوا، فأنا وقت ما يصيروا هني يخافوا أنا بقوة أكتر بالعكس أنا إذا قالولي، إيه نتبهي إذا تجرح ييدك بالسكينة لا، بالعكس أنا بستعمل السكينة قدامهم اللي فرجون أنا بقدر استعمل السكينة، فعيدا الشيء بيعطيني قوة أكتر فمن هون أنا لازم موجه رسالة لكل كفيفة ولكل أهل عندهم كفيفة أو كفيف أنه ما تخافوا عليهم أنتوا إذا ما خليتوهن يشتغلوا بإيدهم أنتوا عم تكونوا عم تظلموهن بعد أن تفرغ ملاك من تصوير مقاطع الفيديو بمساعدة طفلتها سارة يتولى محمد زوجها المونتاج وكل التفاصيل التقنية أسسا سويا لهذه المبادرة وهما شركان في الإرادة وفي إشاعة القوة داخل الأسرة وليس الإسناد العائلي هو ما تعتمد عليه ملاك فقط فالتكنولوجيا أيضا باتت نصيرة للمكفوفين في أبليكيشن كتير حلو اسمه بمي آيس هيدا يعني اسمه بعبر عنه أي شي بدنا نشوفه من التصل نحن بهيدا الأبليكيشن بيرد علينا أي حدا هو متطوع بيكون ومسجل بهيدا الأبليكيشن بيفوت بيرد علي بيسأله أنا السؤال البدية يشوف لي أي شي أنا بديية إن كان شي إذا استوى أو ما استوى حتى لو إذا تاريخ شي إذا منتهي صلاحيته أو بعد يعني كل هيدا الأمور بيقدروا شوفوا لنا يا كل شي بالنظر بيساعدونا فيه استطاعت ملاك أن تؤثر في عدد من المكفوفات وتقنعهن بالطبخ فحتى ولو انطفأت العينان في الوجه قد تكونان مشتعلتان في القلب لو لم تكن ملاك كفيفة لكانت كبقية النساء هي متفردة في التفاهم والتواصل مع الحياة تنظر إلى واقعها بعين حديدية وتصنع القوة وتوزعها ليال خروب اليوم عنقون جنوب لبنى